السلام عليكم اهلا وسهلا بكم بقناة يوميات سلمة المصرية والنهاردة معنا فيديو جديد وهنعمل مع بعض النهاردة سوس الكراميل او سوس الطوفي يعني زي ما تحبوا تسموه السوس الكراميل والطوفي بينفعنا دايما في الحلويات يبقى في التلاجة كده ما ياخدش وقت وبيبقى جميل جدا 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 وطبعا زي ما انتو شايفين شكله جميل وطعمه اجمل واجمل من الشكل كمان هنبتدي نقول المقادير بتاعتنا والمقادير بتاعتنا عبارة عن ايه زي ما انتو شايفين كده انا عيرت بالكبايات العادية اللي هي المجات بتاعت الشاي كباية لبن كباية سكر معلقة كبيرة من الكريم شانتي معلقة كبيرة زبدة معلقة كبيرة نشا هنبدأ اول حاجة نحط حلة كده على البوتاجاز وطبعا نشغل عليها النار وهنحط كده فيها كباية السكر وطبعا يا جماعة النار زي ما انتو شايفين كده تكون وطيع علشان السكر ما يتحرقش معانا ويبقى طعمه مر هنبتدي بقى ما بين وقت للتاني نقلبها كده بالشكل ده زي ما انتو شايفين كده علشان خاطر السكر بتاعنا يسيح وطبعا ما حطنا لوش ولا نقطة مية هو مع نفسه كده هيدوب وهيسيح كله زي ما انتو شايفين بالشكل ده بس ما نحطش فيه اي معلقة ولا اي حاجة علشان خاطر ما يكالكعش احنا كل اللي هنعمله زي ما انتو شايفين كده بس هنقلب هنقلب ونهز فيه كده علشان خاطر اي سكر لسه مدبش ينزل كده ويسيح هو كمان وزي ما انتو شايفين احتاجنا نعلي النار نعليها احتاجنا نوطيها نوطيها تاني يعني ما بين ان احنا نعلي ونوطي بس بشرط ان السكر ما يتحرقش يا جماعة هنبتدي هنا نحضر كده اللبن هنحطه كده في اي كباية واسعة ونحط عليه معلقة النشا ومعلقة الكريم شانتي ده كريم شانتي خامي يا جماعة مش محلة وهنبتدي ان احنا ندوبهم كده ببعض زي ما انتو شايفين كده الاستائل ده بقى جاهز معنا بس ما نسيبش في اي تكتلات خالص كده هنفضلش معنا غير معلقة الزبدة زي ما انتو شايفين السكر بيسيح واحدة واحدة برضو ما حطناش فيه ولا نقطة مية ولا اي معلقة خالص علشان ما يكالكعش مننا احنا من خلال الهز دوت هو ده اللي هيخليه آآ يسيح معنا ويبقى تمام وكل السكر هيدوب ما تقلقوش زي ما انتو شايفين بالشكل ده انا عايز اجبهلكو في كل المراحل بتاعته اهو فاضل حاجة بسيطة خالص سكر اهو هنبتدي ان احنا نقلب بالطريقة دي علشان اي سكر حتى اخر جزء ده يدوب خالص بالطريقة دي وطبعا انا لما بعلي النار ببعد الحلة كده برفحها فوق كده شوية حطتها على الارضية لازم اوطي وبعدين بعد مساح خالص معنا ننزل كده بمعلقة الزبدة معلقة كبيرة ندوبها كده في السكر بتاعنا بالطريقة دي وبعد ما هندوبهم كويس مع بعض واتسيح الزبدة في قلب السكر هنجيب الخليط اللي احنا طبعا قلبناه مع بعض اللي هو اللبن مع الكريم شانتي مع النشا ونروح ننزلينهم كده على السكر بتاعنا طبعا هتلاقوه جمد شوية مفيش منه اي مشكلة توطي النار خالص لغاية لما يفك معاكي بعد ما هيتجمد هيبتدي ان هو يكتل اهو بالطريقة دي زي ما انتم شايفين ونقلب كده فيه كويس خالص علشان خاطر كل حاجة تدخل مع بعضها انا طبعا مرضيتش افصل الفيديو علشان خاطر تشوفوا كل التفاصيل معايا اهو هيبتدي ان هو يدوب واحدة واحدة اهو هتلاقي فيه قطع كده لسه برضو متماسكة برضو تقلبيها كويس ما تسيبهوش علشان خاطر ما يتحرقش هنفضل نقلب فيه لغاية لما يفك خالص واي قطعة فيه اه تكون سكر او اه او من العسل اللي هو لسه ما فكش تدوب زي ما انتم شايفين السوس بتاعنا اه فك خالص بقى جميل جدا ولونه كمان جميل جدا وطعمه احلى واحلى وادي يا جماعة السوس بتاع الطوفي او السوس الكراميل بقى جاهز معانا طبعا طعمه وريحة وشكله كل حاجة تفتح النفس وجميل جدا يقعد في التلاجة عندك شهرين ما يحصلوش اي حاجة تستخدميه في كل الحلويات بتاعتك اللي تحب يدي فيه تستخدميه على ايس كريم اه وطبعا الفيديو كده بتاعنا يكون انتهى النهاردة ما تنسونيش بقى لايك وشير وسابسكرايب وهستنى تعليقكم الجميل تقول لي ايه رأيكم في السوس الكراميل او سوس الطوفي بتاعنا النهاردة اتمنى يكون الفيديو بتاعنا عجبكم واخر حاجة اقولها لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة